أكوام التنك المصطفى على شاشتنا هكذا كانت تعتبر أحدث ما توصلت إليه العلوم والتكنولوجيا في صناعة الروبوتات في خمسينيات القرن الماضي وكانت بالكاد تتحرك وطبعا تتحرك بشكل روبوتي الروبوتات أصبحت جزءا أساسيا من حياتنا من معظم الصناعات وحتى لإجراء العمليات الجراحية لكن العلماء ما زالوا يطورونها لتحاكي حركات الجسم البشري تخيلوا معي ما هي أصعب الحركات التي يؤديها الرياضيون البشر سمعتم برياضات الباركور الباركور هكذا هي عبارة عن قفز على منحنيات وهذا الروبوت يسمى أطلس اسمه ضريف يجري عبر هذه المستويات لاحظوا السلاسة والكفاءة والسرعة في حركة الجسم سالس يحافظ على توازنه وهذا كان متعذرا في السابق ظهر أطلس آخر إنه شقيق يفعل نفس الشيء رقب التزامن في الحركات يرقز قلب تشقلب إلى الخلف في الهواء وبشكل حر بعد انتهاء يحيون بعضهما الروبوت أطلس هو ميتاج عشر سنوات من التطوير في شركة بوستون دايناميكس الأمريكية للروبوتات استمعوا إلى سكوت كويندرس ما وهو أحد مطوري الروبوت يعتبر البركور نشاطاً تنظيمياً مفيداً لفريقنا لأنه يسلط الضوء على العديد من التحديات المهمة وتتعلق هذه التحديات بكيفية بناء روبوت متحرك عالي الطاقة وقادر على رفع جاهزية الحركة الرياضية وأيضاً تصميم خوارزميات تحكم يمكنها إنشاء مجموعة متنوعة من السلوكيات والتحكم فيها بقوة وربط الإدراك بالعمل بطريقة تلتقط الأهداف طويلة المدى مثل الانتقال من النقطة الأولى إلى النقطة الثانية والأهداف العملية قصيرة المدى مثل تعديل الخطوات وتصحيح التوازن إذا لم تكن مهتماً بمنجزات العلم والتكنولوجيا بإمكانك الخروج من هذا الفيديو أو الانتظار الانتظار قليلاً أطلس يعمل على بطارية هناك صمامات ووحدة هايدروليكية مؤلفة من 28 مفصلاً من أجل تحقيق سيابية في التنقل طوله متر ونصف قصير نسبياً وزنه 89 كيلوغراماً يعني سمين شركة بوستون دايناميكس تقول إنه نتاج عمل جماعي بين الأقسام المختلفة للشركة فريق البرمجة هو السوفتوير يعمل على إنشاء برامج التحكم المطلوبة لتنفيذ حركات وردود الفعل الهاردوير فريق الأجهزة يدخل تحسينات على الروبوت الفنيون يصلحون الأجزاء التسريب الهيدروليك الزيت البنزين لا أعلم ماذا أيضاً على كل حال من جهة أخرى يبني فريق العمليات المساحة التي يتم اختبار أطلس فيها بالإضافة إلى إصلاحها لأن عندما يقع أطلس يكسر كل شيء الوصول إلى مرحلة القفز بهذه الكفاءة وهذه الحركات التي يؤديها أطلس لم يكن سهلاً احتاج إلى تجارب سبقتها الكثير من المحاولات الفاشلة وخيبات الأمل استمعوا إلى المهندس بن جامن ستيفنز يمكن أن يكون الأمر محبطاً في بعض الأحيان الروبوتات تتعطل كثيراً فالروبوت لا يقرر بطريقة سحرية ممارسة رياضة البركور الأمر يشبه فيديوهات لوح التزلج أو ممارسة البركور وفيها يكون الرياضي قد مارس هذه الحركات عشرات أو مئات المرات إلى أن وصل إلى مستوى عال وقدرة مثيرة للإعجاب ونتبع ذات الشيء مع أطلس إذ أننا نستكشف كيفية دفعها إلى أقصى الإمكانيات وبذلك نتعلم الكثير عن بناء روبوتات يمكنها النجاة من السقوط على وجوهها والنهوض من جديد البعض من رواد مواقع التواصل شاهدوا هذه الفيديوهات لأطلس مهند يقول كلما أشاهد هكذا مقاطع أحس بأن نهايتنا كبشر اقتربت مهند متفائل جداً شهادي يقول هذا من مظاهر عصر التكنولوجي الحالي روبوت بيلعب باركور بس هنعمل به إيه مش مهم هنشوف له شغلاءنا وهل الروبوتات دي ممكن تحل المشاكل التي بنواجهها من بطالة وفقر وتغير مناخ أو بأتفتك بالبشر هشام يقول بعد عشرين سنة أو أقل ستكون الحروب بقيادة الذكاء الاصطناعي وجيش من الدرون والروبوتات ولدينا مفتاح يقول مدهش قبل سنوات قليلة كان التحدي هو المشي والوقوف بثبات والآن هناك تقدم كبير تقول ممكن نفس آلية التدريب لجزء آلي لمساعدة يلي فاقدين أطرافهم أو غير القادرين على الحركة أو يلي ما بيقدروا يشوفوا يتدرب على حركات الأعمال الأساسية يلي بيحتاجوها أو المسنين لرفعهم وملازماتهم أنا بتمنى يصير يتدرب على تنظيف البيوت ومسح الغبرة والجلي وتنظيف النوافذ تكون أسعاره رخيصة تقول الشركة الصانعة والمصنعة لروبوت أطلس الشقلبة قد لا تكون مجدية تجارية وبالمقابل إذا تمكنت الروبوتات في النهاية من الاستجابة لبيئاتها بمستوى البراعة مثل الإنسان البالغ العادي فإن نطاق التطبيقات المحتملة سيكون عمليا بلا حدود هذا ليس أول ظهور للروبوت فإنه كان يتجاوز العقبات يركض كما يركض البشر يقفز فوق جذوع الأغصان يستخدم اليدين والقدمين في التعلق بالأشجار أيضا واختيار طريقة من خلال المساحات المزدحمة شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها